اشتركوا في القناة وتتولى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مهمة الإشراف على هذه المساعدات الإنسانية وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقع العالم مثمنا سموه الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة بقيادة سموه ولعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما وجه سموه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات المسؤولة لتقديم الدعم المناسب للشعب الباكستاني الشقيق ترجمة نانسي قنقر